احنا عارفين ان المنتخب الاول ان شاء الله بعد ما يخود مباراته كمان مع جزر القمر والمنتخب الولمبي كمان احنا عندنا استعدادات قوية جدا هنرجع يعني من بعد الماتشين دول على مباراة المريخ فانهاردة مجلس ادارة الاهل الحياة برئاسة كابتن محمود الخطيب كلف السيد خالد الدرندلي سيد خالد اميني السندوق بانه يرأس بعثة الفريق الاول لكرة القدم في رحلته للسودان ان شاء الله يوم 31 مارس كل التوفيق طبعا للبعثة كل التوفيق لسيد خالد الدرندلي واللعيبة في مباراة المريخ عارفين المباراة هتلعب يوم 3 ابريل زي ما قولنا مبارح في تواصل مستمر من مسؤول الاهلي والسفارة المصرية اكيد في السودان علشان يكون فيه تجهيز لكل الترتبات الخاصة بالبعثة كما جرت العادة صحيح وده عادة النادي الاهلي دايما بيرتب من بدري ودايما بنشوف هذه الترتبات مش قبل على طول المباراة يومين 3 لا الترتبات الإدارية دي بتكون شيء مهم جدا جدا كمان لراحة اللاعبين فيه يمكن بيسافر كابتن سيد عبد الحفيز كمان قبل البعثة ممكن يزبط النواحي بالنسبة للإقامة بالنسبة للملاعب عايزين نعرف ان كمان مباراة المريخ مباراة مهمة في المشوار ان شاء الله تصدر المجموعة بعد الفوز الكبير على سيمبا التنزاني آسف على فيتا كلاب على فيتا كلاب في الكنغولي اعتقد انها النادي الاهلي خلاص يعني كل امال وكل طمعاته انه يطلع اول مجموعة ما فيه شك ونخش بقى دور التمانية ويقابلنا اللي يقابلنا احنا مصرين وعندنا ثقة وعندنا امل كبير جدا كجمهيري النادي الاهلي ان شاء الله نحقق العشرة وتكون العشرة يا اهلي بإذن الله موجودة في دولاب النادي الاهلي ان شاء الله اشتركوا في القناة